عملية إطلاق نار جديدة نفذها فلسطيني تسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب مجمع جوشاتسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية إذ استدرج منفذ العملية عنصرين من الشاباك إلى أحد الأحراش قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وأطلق النار عليهما من مسافة صفر لكن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب بمحاذاة مستوطنة جوشاتسيون ما أدى إلى استشهاده وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال في المكان وشددت إجراءاتها الأمنية وفتشت السيارات والمارة كما نشرت عددا من الحواجز الأمنية في المكان عمليات في الضفة الغربية والقدس أسفرت خلال أسبوع واحد فقط عن وقوع قتيل وأحد عشر جريحا في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين مركز المعلومات الفلسطيني رصد 138 عملية نفذها فلسطينيون في الآونة الأخيرة بينها 32 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح وعملية أطعن الضفة الغربية التي كانت مسرحا لعمليات يومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام تشهد منذ السابع من أكتوبر تصاعدا في عمليات المقاومة في ظل تصعيد الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان اشتركوا في القناة